من رواقع التابعين او يوم التوابين وهي فعلا قصته جميلة جدا هنلتقي مع مالك ابن دينار كان من نجوم التابعين الثقاط ولد في ايام ابن عباس وسمع من انس ابن مالك فمن بعده كان ابوه من سبي سيستان وكان هو بيحكي بنفسه قصة جميلة جدا هو كان بعد اما بقى امام علم من اعلام التابعين وجالس في المسجد بيعلم الناس وليه جمهوره وليه حبيبه وليه الناس اللي اتطفرت بيه واللي التزمت على ديه وعدد كبير اسلم على ايده وهذا الرجل بيحكي في يوم الايام قصة حياته وهو بيقول للناس اللي بيسمعوه في المسجد بيقولهم لقاء معاكم بكرة بعد صلاة العشاء هحكي لكم قصة الشيخ اللي انتو بتسمعوه من سنين طويلة كان عايش ازاي وكان حياته عاملة ازاي وكان اخباره ايه بكرة هتعرفوا اخباري واجتمع الناس في المسجد وضج المسجد بعدد كبير جدا من الناس وحضروا هم نفسهم ويعرفوا قصة شيخهم اللي بيحبوه واللي بيسمعوه واللي يا ما ذكرهم بالله واللي يا ما علمهم كتير من شرع الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس الشيخ في المسجد على الكرسي بتاعه واطرق في الارض وبدأ الدموع وتنسال على وجنتيه وبدأ يبدو عليه حزن كبير قوي والناس ابتدت تبكي لبكاء الشيخ ومتأفرة بكلامه وهو بعد شوية ابتدى يرفع عينيه وينظر إليهم وابتدى يكلمهم ويقول لهم وعدتكم مبارح إن أنا النهاردة أحكي لكم عن قصتي وقالي الأوان إن انتوا تعرفوا قصة شيخكم اللي انتوا بتحبوه وبتسمعوه من زمان قال لهم أنا كنت شرطي من الشرط وكنت ظالم وقاسي القلب لدرجة إن أنا ظلنتي في يوم الأيام إن أنا أصلاً ما عنديش قلب تخيل واحد بيحكي عن نفسه بالمنظر ده فبين لدرجة كنت ممشي وأضرب دوت ووأس على دوت وهين دوت وأعمل دوت وفي يوم الأيام لقيت رجل فقير وضعيف بيشتري حاجة من تاجر من التجار والتاجر دوت ظلمه وأكل عليه فلوسه وراجل واقب بيقول له حرام عليك قتلت الفرحة في قلب بناتي ده بناتي مستنيني إن ده أرجع لهم بالأكل والشرب والفكهة ديت فحرام عليك تاخد الفلوس وما تدهنيش فقال فروحت على طول في ساعتها والأول مرة حس إن أنا إنسان وإن أنا نفسي أعمل حاجة فعلاً لله قل رحت مسكتي في خناء الرجل التاجر القوي دوت قلت له اديه حقه وإيه اللي هتشوف أنا هعمل فيك إيه رد له حقه وده له فلوسه وده له الفكهة اللي كان جاي يشتريها وروحت أنا موطع على رجل الفقير الضعيف ده قرطل بالله عليك زي ما أنت كنت حزنان إن الفرحة ناتت في قلب بناتك فأنا كنت سبب في الجوع الفرحة ديت لقلب بناتك سألتك بالله أول ما ترجع بيتك وتشوف الفرحة ده بتفاينه في قلب بناتك تخليهم يدعولي وإنت كمان تدعيلي قال له وعد أمام الله قال له وعد أمام الله أول ما روح هدعيلك وخلي بناتي يدعولك ولعله عسى تكون دعوت الفقير دوت الرجل البسيط دوت والبنات الفقراء الغلابة دولت تكون دعوتهم ربنا جعلها سبب لهداية هذا الرجل مالك بالدمر بيقول حبيت إن أنا أتجوز وحدة من الناس اللي حوالينا الكل رفض لإني سيرتي كانت سيئة كنت إنسان ظالم كنت بشى بخمر كتير كنت بفعل أشياء لا ترضي الله عز وجل فكان كل ناس بيكرهوني فمحدش فيهم كان يعني يرضى أبدا من هو يجوزني بنته فحسيت بشيء يعني مش عارف وعايز أتجوز وعايز عف نفسي ألفة ما كانش لي غير إن أنا أروح أشتري من سوق الجواري أي جارية وأعيش وعف نفسي بيها وكان يعني ملكة اليمين كان يعني بيأتوا من سبايا من الحرب وتباع بعد ذلك فالمهم راح ونزل قال فاستملحت جارية استملح واحدة جارية وأخذها وعاشت معاها كزوجة ليه وعاش معاها أجمل أيام حياته ولكن برضو كان مازال على المعاصي وعلى البعد عن الله وعلى الظلم والضرب والقصوى وشرب الخمر حدا ما ربنا أكرمه من هذه المرأة ببنت صغيرة والدي خلفت له بنت فالبنت دي مالت عليه حياته لدرجة برضو رغم أنه كان لسه مازال على البعد عن الله وعن الصلاة وعن العبادة وفي الظلم والقصوى وشرب الخمر لدرجة بقول لما كنت أعوز أشرب الخمر كانت تيجي الطفلة الصغيرة دي بنته كانت تسكب الخمر على لبسه ويعني كأنها عايزة تقول له يا أبي ارحم نفسك واتق ربنا وبلاش تشرب الخمر يقول فكنت أبتسم وأشرب كاس غيرها أو أشرب شوية خمرة غيرها وأخذ البنت في حضني وكل يوم أرجع من برا وأنا مشتاق جدا للقاء البنت دي بأخذها في حضني وأحضنها وأبصها وقعد ألعبها وكانت هي اللي مالية علي حياتي وهي اللي كانت من السيان الهموم والغنوم اللي كنت عايش فيها بقول لما بلغت البنت سنتين وكانت أجمل حاجة في حياتي وكانت هي الظهر اللي منورة عمري بقول رجعت من برا وداخل على البيت ولقيت البنت فخدتها وقعدت ألعبها وكنت يعني في غاية السعادة والسرور وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان وقعت البنت من إيدي ميتة فاستغربت قلت سبحان الله بنتي حبيبتي ثمرة عمري ثمرة فؤادي تموت قال في الليلة دية دب الحزن في قلبي مرة تانية ومر رشيد ذكريات الألام والأحزان والمقاس اللي عملتها في حياتي قال أعدت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى الثمالة سكرت الحد دمنا ما بقتش دريان بنفس خالص قال ونمت في الليلة دية فرأيت أن القيامة قد قامت خد بالك فرأيت أن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمدي على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنا وأنا ببص في أرض المحشر فجأة سمعت صوت صعب جدا ببص ورايا لقيت تنين كبير صعبان ضخم جدا وبيبص لي وقصدني وبيجري ورايا أنا وأنا مش قادر مش عارف أعمل إيه فضلت أجري في أرض المحشر وهو يجري ورايا وأنا أجري وهو يجري ورايا لحد ما لقيت شيخ طيب وشه جميل ووشه منور فقلت له بالله عليك أسألك بالله أنكذي قال له والله ما أستطيع لا أستطيع إنقاذك ولكن اذهب لترى من يستطيع أن ينكذك قال له فضلت أجري والصعبان بيجري ورايا وبعدين لحد ما وصلت إلى شفير جهنم ببص لقيت ورايا الصعبان لسه بيجري ورايا فقلت ما من بد قرب نفس في نار جهنم وخلاص فسمع صوتا يقول له ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة قال فرجعت مرة أخرى وظللت أدوك وأجري في أرض المحشر والصعبان يجري خلفي حتى وصلت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ طيب السمت طيب الرائحة فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني قال أما إنقاذك فلا أستطيع وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر عند الجبل فلعل لك فيه وديع يا بني قال فجريت إلى ذلك القصر قال فلما وصلت إلى القصر فوجدت أن هناك من ينادي جاءكم رجل مستغيث افتحوا السطر ففتحت السطر وفتحت النوافذ فانفلق منها فخرج منها أطفال مثل فلق القمر وكان من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة فقفزت من النافذة وأخذت وغاذتني في أحضانها وأشارت للثوبان هكذا أن انطلق فانطلق الثوبان بعيدا ثم قالت أبتا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلت لها بلآن ماذا تصنعين يا بنياتي في هذا القصر قالت نحن أبناء المسلمين ننتظر آب أنا حتى يقدموا إلينا يوم القيامة فنأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن جل وعلا فقلت لها ما هذا الثوبان قالت هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يهلكك قلت ما هذا الرجل الطيب السمح هذا الشيخ الكبير قالت هذا عملك الطيب الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينكذك ثم ضربت على صدري مرة أخرى وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلت بلآن بلآن قال فاستيقظت من نومي ودموعي على خدي وأنا أقول بلآن 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 قال وفجأة سمعت صوت نداء الفجر ولأول مرة أقوم وأتوضأ لأذهب إلى بيت الله جل وعلا قال ذهبت إلى المسجد ووقفت خلف الإمام وكان الإمام في هذا الوقت يقرأ من كتاب الله عز وجل آيات لم يخطر على بالي أن يقرأ أبدا تلك الآيات قرأ الفاتحة ثم فل بعد ذلك وقرأ قول المولى عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقلت والله ما يعني إلا إياي بلآن بلآن قال فكانت أول صلاة أصليها هي صلاة الفجر قال ومن بعد هذا اليوم استقمت على طاعة الله وعدت إلى الله جل وعلا وبدأت في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله حتى صرت مالك بن دينار الإمام العلم الذي يعرفه الناس جميعا دي كانت بداية مالك بن دينار وأي إنسان في الدنيا بيبقى فيه في حياته نقطة تحول نقطة التحول دي ممكن تكون بيموت إنسان حبيب بحد ستحصله بمال يفقده بوظيفة يفقدها بأي شيء يحزنه وتكون دي نقطة تحول في حياته سبحان الله ما انتاب مالك بن دينار حتى اعتزل الدنيا وأقبل على الآخرة وكان يصلي طول الليل ويبكي وبعد ما يبكي يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار يا سلام كان هبادته وحياته كلها كل حياته كتهبادة لله اتحارف الإنسان ممكن يعيش زمن طويل جداً بعيد عن طاعة ربنا لكن أجمل ما في الموضوع إنك بمجرد ما تلتزم 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 وتقيش بجد على شرع ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اعمل زي ما الصحابة عملوا بمجرد ما أسلموا بعدما كان منهم من يعبدوا الأصنام ومنهم من يشبوا الخمر ومنهم من يتاجر في الأصنام ومنهم من كان يفعل الفواحش بمجرد ما دخل عتبة الأرقم وأسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم خلاص بقى إنسان تاني خلعته بالجاهلية ونمع على الباب ولبسته بالإسلام ورفع شعارك لأن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين وعجلت إليك ربي لترضى كان ملك ابن دينار كان مصدر رزقه بعد كده من نسخ المصاحف ينسخ المصاحف وكان يعني سبحان الله كان يقعد ينسخ أربع شهور ويسيب الأجرة كل أربع شهور ينسخ بعض المصاحف ويسيب الأجرة عند البقال وياكل من أجرة الفلوس ديت لمدة أربع شهور ويفرغ نفسه تماما للعبادة وكان حياته كلها ما بين صلاة وصيام وقرية القرآن وتفكر ودعوة إلى الله من درجة من كتر إقبال وعلى الأخرة وعلى العبادة وعلى الطاعة كانوا يقولونه هون على نفسك فكان يديهم مسألة عجيب جدا يقولونهم أن الفرس لما بيدخل سباء الخيل يجي في آخر حياته في آخر مرحلة من السباء يكرس كل قوته وكل جهده علشان يوصل هو الأول قال لهم فانا حاسسنا خلاص حياتي قربت تنتهي فعشان كده بطلع أقصى ما عندي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وكان بيتخفف من الدنيا كان ما بيهتمش بعد كده بزخار في الدنيا ولا بجمع الأموال ولا بأي حاجة فلما يسألوا يقول لهم إنما مثلونا كمثل رجل ركب سفينة وسفر من مكان الآخر فإن كان خفيف الحمل مر بسهولة وإن كان فقير الحمل لابد أن يفتش لابد أن هو يمر زي المطار يا جماعة زي اللي مسافر من مطار لمطار لو الحمل خفيف هتعدي مفيش جمارك ولو الحمل تقيل أقف بقى وفتش وفتح الشنط تعالوا نكمل سيرة مالك ابن الدينار ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك هم كالملائك في السماء مطهرين كالملائك في السماء مطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وقضوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة مالك ابن الدينار على قد ما حياته كانت صعبة جدا وعشان كده بقول يا جماعة لما إنسان عايز يلتزم وعايز يتوب بالقول الطريق سهل جدا وإنت ممكن تكون بدايتك أسهل من ناس كتير جدا يعني بعض الصحابة اللي كان بيتاجر في الأصنام واللي كان عايش بيشتب خامل واللي كان ممكن إنت ما تكونش برد بالتجربة القصية ديت وممكن تكون حياتك أقل من كده أو ظنوبك أقل من كده بكتير ورغم زيك لما تابوا ما يقصوش من رحمة ربنا وكانوا هم أصحاب النبي اللي هم خير جيل طرعت علي الشمس بعد الأنبياء والمرسلين عشان كده بقولك أخويا ابدأ ليك شفت مالك ابن دينار كان شرطيا ظالما وكان 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 وفي النهاية تاب إلى الله عز وجل وأصبح إمام علم من أئمة اللي عدم ألماء التابعين وأئمة المسلمين وأصبح هو مالك ابن دينار اللي بنتكلم عنه النهاردة وعشان كده هو نفسه كان بيحس بالناس اللي فعلا يعني نفسهم يتوبوا بكانش بيئس على حد كان بيتعامل مع الناس ومنتهى الرقة والرحمة وكان دايما شعاره يعني هو قول المولى عز وجل كلها عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات في يوم الأيام دخل رجل يعني لص حرام دخل عشان يسرق الإمام مالك ابن دينار فلما دخل عشان يسرقوا بيبصوا في البيت ما لقاش حاجة خالصة ما لقاش عنده ولا حاجة تتسرق فقام مالك ابن دينار كان الكلام ده قبل الفجر مثلا بحوالي ساعتين فقال يا مسكين أما وجبت شيئا والله لا تخرج بيديك فارغا والله ما سيبك تخل كده فاضي تعالا توضى وصل ركتين لعل وعسى يكون ركتين دولة برك عليك وخير يمكن تخش بهم الجنة فجاء اللص ورحمة توضى وصل ركتين فحس بحلاوة الطعف قال له تأذن لي يا إمام أصل ركتين كمان قال له صل ركتين كمان فصل ركتين في ركتين وفضل يصلي لحد أذان الفجر فلما سمع أذان الفجر خده مالك ابن دينار ورايح معه عشان يصلي الفجر طبعا تلاميذ الإمام مالك ابن دينار قاعدين برا ومستنينوا على باب البيت فأول ما شافه رجل غريب دي طالع معه فبنقول له يا إمام من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه وغذلك من معنى الجميل ده ولذلك يا جبعة سبحان الله شوف الإنسان لما يوز توب مفيش حاجة تحول بينك وبين التوبة قوم القول قوم قول يا رب يا رب اغفرلي يا رب توب علي هتلاقي لبيك عبدي قد غفرت لك وقدلت سيئاتك إلى حسنات ولذلك كان إبراهيم ابن آدم رحمه الله رحمة واسعة في يوم الأيام جاء له واحد فبيقول له يا إمام إني أريد أن أتوب يعني إني أذنب وأريد أن أتوب وكلما يعني أذنبت مرة أخرى فماذا أصنع فقال أوصيك بخمسة أشياء إن فعلتها لا تضرك أي معصية قال هاتها يا إمام قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقي قال سبحان الله يا إبراهيم الرزق كله من عند الله فكيف لا أكل من رزق الله قال أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي قال لا والله هات الثانية إبراهيم قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه لا تنشف الأرض بتاعته قال سبحان الله الله عز وجل له ملكوت السماوات الأرض هو فاطر السماوات الأرض الكندة كله هو ملكه يا ربنا سبحانه تعالى قال أيجدر أن تعيش في ملكه وأنت تبارزه بالمعاصي قال لا والله هات الثالثة قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه قال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعمل وما تخفي الصدور الله يعلم السر وأخفي قال أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك وأنت تبارزه بالظنوب والمعاصي قال لا والله هات الرابعة قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فكله لن أذهب معك أو انتظرني يا ملك الموت أو أجلني ساعة قال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول فإذا جاء جالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون فإعني إزاي أنت بتقول أن أنا بقى أطلب من ملك الموت يؤخرني إذا جاء جالهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مش ممكن مش هيسبني ولا ساعة قال أيجدر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي قال هات الخامسة يا إبراهيم قال إذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكيف أفعل هذا قال أيجدر بك أن تعلم كل هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي قال لا والله يا إبراهيم أستغفر الله تبطل الله وعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى أخي وحبيبي وزي ما يقولوا لكل بداية النهاية نام مالك بن دينار على فراش الموت وتوفي قبل طاعون عمواس بيسير كانت طاعون سنة 131 هجرية ومات هو كانت وفاته سنة 127 هجرية رحمه الله ورحمة وسعة الدرس اللي نطلع به من قصة مالك بن دينار عايزين نتوب يا شباب عايزين نتوب يا بنات عايزين نتوب يا أبائنا وأمهتنا عايزين نتوب يا أولادنا عايزين نتوب يا جماعة عايزين نتوب يا مسلمين عايزين نتوب عشان ربنا يكرمنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون ما قالش أيها المذنبون لحسن تحسب التوبة خاصة بالمذنبين بس خاصة بنا كلنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة ومين هو ده سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سبحان الله المولى عز وجل بيدعونا للتوبة قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عايزين نتوب زي ما الصحابة تابوا كان لهم خمس سمات للتوبة الجميلة بتاعتهم أول حاجة تعظيم الزنب كان آنس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أضق في عيونكم من الشعر إن كنا لنعضوها على عهد رسول الله من الموبقات كان سيدنا بلال بن سعد يقول يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر إلى عظمة من عصيت ثاني حاجة عدم تبرير الزنب لما تقولش أصنا عملت الزنب ده عشان كذا بس أوعد برر الزنب توب إلى الله ويرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أبو مسعود الأنصار في يوم الأيام بعد ولم يجيب حاجة فضيع الفلوس فجايب يعقبه فإذا بالنبي قال فيقول اعلم أبا مسعود فنظر فوجد النبي قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه فقال له يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله ولم يبرر ولم يكل أي كلمة رضي الله عنه وأرضاه الحاجة الثالثة إن الصحابة ما كانش عندهم لا يأس ولا قلود شوف أكرم ابن أبي جهل اللي حارب النبي واحد وعشرين سنة أسلم وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وقال له الله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك ويموت في يوم اليارموك وقبلها يموت النبي عسام هو راضي عن أكرمة ويموت هو في يوم اليارموك شهيدا بعد ما بيعه ربعمائة واحد على الموت وكان أول من استشهد رضي الله عنه وأرضاه يبقى ما عندهمش رأس ولا قلود حكيم ابن أحزام يحارب النبي أكثر من عشرين سنة ويسلم في عام الفتح خالد بن الوليد يحارب النبي أكثر من عشرين سنة وعمر بن العاص وكل يسلم في عام الفتح بفضل الله ولم ييأسه ولم يقنطه وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راضي حاجة التوبة من قريب ما فيش إصرار على الزنب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما يقول ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار خامس حاجة اتباع السيئة بالحسنة يبقىkiye باشاء الله يبقى تعظيم الزنب وتاني حاجة عدم التبرير تارت حاجة ما فيش يأس ولا كنوط رابع حاجة التوبة ومن قريب خامس حاجة اتباع السيئة الحسنة عملت سيئة خلي وراها حسنة عملت سيئة في السر خلي وراها حسنة في السر عملت سيئة في العلني خلي وراها حسنة في العلنة وهكذا اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يوم التوبة ومحتاجين نتوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى محتاجين نقول يا رب يا رب ارضى عننا يا رب اغفر زنوبنا يا رب يا رب ارجع لربنا يا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحدة والثرة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من الطقة تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقية لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي إذا كان ربنا مش يغفر لنا في رمضان أمال إمتى يغفر لنا أليس من الحصرة إن ربنا يتوب عليك آلاف البشر ويعتق رقاب آلاف البشر كل ليلة في رمضان ولا يعتق رقابنا ولا يتوب علينا نتوب لربنا ونرجع لربنا ونفتح صفحة جديدة مع الله نرجع فيها لربنا سبحانه وتعالى ويكون رمضان ده بداية خير لنا إن احنا إن شاء الله نستمر بعد رمضان إلي مش محجبة تتحجب واللي مش بيصلي يصلي واللي ما بيصومش يصوم واللي عمره ما فك يوحي حج أو يعتمر يروح يحج ويعتمر واللي ما برش أمه وابوه يبر أمه وابوه واللي عمره ما أكرم أريبه ولا س يد أرحامه ويتوب ويصل أرحامه واللي كان بياكل ما الحرام يتحلل من ما الحرام ويبدأ يassesuna تحلال ربنا يكرمنا وكرمكم طبع عليها لزة ولها جمال ولها فرحة كبيرة جدا وربنا بيفرح بطوبة عبد رغم أن ربنا غني عنا لا تنفعه تعاطنا ولا تدره معصيتنا سبحانه وتعالى قال يو أن أولكم وآخلكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئة ولو أن أولكم وآخلكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئة حقيقة انتهت الصفحة الجميلة بتاعت مالك بن دينار قصة التوبة والعودة إلى الله وديك شفت كان عايش إزاي وبقى بعد كده مالك بن دينار الإمام العالم إمام من أيمة التابعين عشان ما تيأس ولا تقلط من رحمة الله والكل يرجع على ربنا سبحانه وتعالى كالملائك في السماء مطهرين روايع التابعين وبقول لكم والله يعني مش عارفوا ليه بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام ترجمة نانسي قنقر